مبادرة سياسية جديدة طرحها الإطار التنسيقي الشيعي في العراق وقدمها إلى زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة فيما تواصل الأزمة المراوحة مكانها حيث لم تلقى تلك المبادرة استجابة من مقتضى الصدر ومع استمرار الانسداد السياسي في العراق بات الحديث يتردد حول إمكانية إعادة الانتخابات وربما إجراءها في مرحلة لاحقة فهل بات ذلك الحل الوحيد أم أن التفاهمات السياسية قد تحل العقبات الموجودة مبادرة جديدة تطرحها قوى الإطار التنسيقي علها تجد طريقها لخرق جدار الانسداد السياسي الحاصل مبادرة تتضمن تشكيل الكتلة الأكبر من قبل الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وتشكيل لجنة مشتركة فيما بعد لاختيار رئيس الوزراء المقبل مع ضمان الاستحقاقات الانتخابية لبقية المكونات لا بد أن تكون هذه المبادرة بأسس وضوابط جديدة تختلف عن سابقتها لكي تلقى بعض الترحيب والتفاعل معها فأعتقد أن المبادرة الأخيرة التي صدرت من الإطار التنسيقي فيها بعض المواد المكررة المبادرة التي جاءت عقب إعلان زعيم الكتلة الصدرية بالتوجه نحو المعارضة وفسح المجال أمام قوى الإطار لتشكيل الحكومة لم تلقى استجابة من قبل زعيم الكتلة الصدرية مما يشير إلى استمرار أزمة تشكيل الحكومة أزمة قد تفضي إلى التوجه نحو إعادة الانتخابات وحل البرلمان هناك انسداد سياسي كبير لا يمكن حل هذا الانسداد إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو من الممكن أن يكون هناك حسب الصلاحيات المنصوصة دستوريا في المادة 64 لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية حل البرلمان العراقي وبالتالي هذا الحل من الممكن أن تكون هناك خلال هذه الفترة مدد أكثر للتفاهمات ومن ثم تنتهي هذه المدد بإعادة الانتخابات وفي ظل عدم تمكن أي من الفريقين المختلفين الإطار والتيار من تشكيل حكومة بمعزل عن الآخر فمن غير المتوقع أن تشهد أزمة تشكيل الحكومة انفراجة قريبة بحسب متابعين فإن المفوضية الانتخابية غير مهيئة لإجراء انتخابات مبكرة جديدة في غضون فترة قصيرة ما يعني أن البلاد مقبلة على مشهد ضبابي لن تتضح ملامحه بسهولة عيدر لاسادي سكاينيوز عربية بغداد ومعنا الآن من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبدالله مساء الخير دكتور خالد مرحبا بك معنا من جديد وكل عام وأنت بخير نتحدث عن مبادرة بين قوسين قدمها الإطار التنسيقي لا أدري إذا كانت تشكل أي منطلق جديد أنا لم أرى أي شيء جديد من عناصر في هذه المبادرة ما الذي يميز هذه الخطة وهذه المبادرة عن غيرها من السيناريوهات الماضية بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك يا أخ مهند كل عام وأنت بألف خير بمناسبة حدول شهر رمضان الفضيل بالتأكيد أنا أتفق معك بخصوص مبادرة الإطار التنسيقي قد تكون هي مختلفة لأنها جاءت بشكل حقيقي لتألن مسألة الثلث الضامن كما يسمى لمرتين لعدم انتخاذ رئيس الجمهورية في يوم 26 مارس وفي يوم 30 مارس وهذا نتوقع هذه الشيء الجديد في طرح هذه المبادرة مبادرة تقريب وجهة نظر هذه المبادرة هي تكرير المبادرة ذكرت في شهر شباط من هذا العام عندما أيضا طرح الإطار مسألة الحوار مع المختلف القوى السياسية العراقية والحديث عن تشكيل اللجنة مع التيار الصدري لاختيار رئيس وزراء وفق معايير ومواصفات وأيضا مسألة الحديث أيضا عن البرنامج الحكومي ووضع الأولويات في إطار البرنامج الحكومي لكن بالمقابل السيد مقتدس صدر قبل أن نتحدث عن هذه المبادرة أعلنها في يوم 30 مارس عندما قال لن أخوض في إطار التوافقية التوافقية هي خراب في البلد لا لأي شكل من أشكال التوافقية وبالتأكيد العراق إذا أراد أن ينهض فعليها أن يتخلى عن التبعية وعن الاحتلال وعن التطبيع وعن المحاصصة وهذه نتوقع محطات أساسية مهمة جدا ذكرها السيد مقتدس صدر في إطار هذا الأمر مقتدس صدر أيضا في تحبار مجال هذا يعني رفض هذه المبادرة دكتور خالد كي يوقع الحجة عن قوى الإطار التنسقي بهذا بالتأكيد أعطى المبادرة في نهاية المطاف هي عودة للحديث عن حكومة توافقية لا أكثر ولا أقل أعطى أن أتوقع أسبقية في إطار الحديث عن ما ترشح يوم 31 مارس عندما قيل بأن هناك مبادرة من قوى الإطار التنسيقي للحديث عن تقريب وجهة النظر وأعتقد بيان أيضا التحالف الثلاثي تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الذي جاء أيضا متقاربا بشكل حقيقي وواضح مع ما طرحه السيد مقتدد صدر قال أما خيار تشكيل الحكومة من قوى الإطار التنسيقي مع ما يجده مناسبا أو لاتجاه إلى المعارضة وجاء تأييد تحالف السيادة الذي يتعلق بتحالف إنقاذ وطن بشكل حقيقي بأنه يتطابق مع وجهة سيد مقتدد صدر في الاتجاه إلى المعارضة وهذا يعني بأننا وصلنا إلى مرحلة من عدم الركون أو عدم الذهاب بالشكل الذي يمكن من خلاله أن يحقق انسجام هناك من يطرح اليوم حكومة أغلبية سياسية موسعة حكومة أغلبية سياسية متوازنة ولكن هذا لا يعطي صورة حقيقية دقيقة إلى ما يسعى عليه السيد الصدر تسعة شوال هو نهاية الأربعون يوم الذي أعطيت الإطار التنسيقي وهذا يعني بشكل أو بآخر بأن السيد مقتدد صدر سوف يأخذ زمامة مبادرة في عملية تشكيل هذه الحكومة وسوف يقول للجميع لقوى الإطار والرأي العام بأنني أعطيت أو تنازلت لكم عن مسألة تشكيل الحكومة استنادا هنا نتحدث أيضا عن المادة السادسة والسبعون من الدستور عندما يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال فترة ثلاثين يوم عندما لا يستطيع يذهب رئيس الجمهورية إلى تكليف مرشح آخر لهذه الكتلة لكن في العراق قفزنا على هذه المضامين الأساسية في الدستور فاتجهنا إلى الحديث عن العرف وعن المبادرات التي قدمت وعن الحلول التي يمكن تفضي إلى نوع من المعادلات الجديدة ولكن حتى هذه الحلول أن نتوقع لا تستقيم ولا تعطي نقاط توازنية حقيقية في إطار المشهد السياسي العراقي في إطار المستقبل المنظور طيب لو تحدثنا عن دعوة السيد الصدر للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة دكتور خالد ما الذي يحول دون مثل هذا السيناريو برأيك؟ أول شيء يجب أن نتحدث بالأرقام بغض النظر التحالف الثلاث يمتلك النصف زائد واحد ويمتلك أكثر من 200 نائب وبالتأكيد هنا نتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية بأن جلسة إنعقاد انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلاثين هي 220 نائب وبالتأكيد هنا نتحدث أيضا عن الثلث الضامن أو الثلث المعطلة الذي كان يسمى سابقا وصار هناك نوع من الكابح ما بين تشكيل أو السير في إطار الاحترام التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم الحديث عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الإطار التنسقي يتحدث عن الكتلة الأكبر الشيعية التي ينبغي أن تأتي موحدة وتتفاوض مع القوى السياسية السنية والكردية والسيد الصدر يتحدث عن استحقاق انتخابي ويتحدث عن الغلبية السياسية وضرب المحاصصة والطائفية والقومية والحديث عن مشروع بناء دولة المؤسسات والقانون الأخوة في إطار الطرف الآخر في الإطار التنسيقي يتحدثون بأننا اليوم يجب أن نغادر هذه المرحلة بالتوافق وهذا التوافق يعني العودة مرة ثانية للشراكة السيد مغتد الصدر يقول بأن الشراكة لم تنتج استقرارا سياسيا ولا أمنيا وبالتأكيد تحدث عن إعطاء فرصة للإطار التنسيقي إذا تم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية بهذا الخصوص فضلا عن حديث عن حل البرلمان فضلا عن حديث عن انتخابات مبكرة أنا أجدها من الصعوبة جدا أن تتحقق والدليل على ذلك قرار المحكمة الاتحادية عندما قدم طعن من قوى الإطار التنسيقي بشرعية الانتخابات أشارت المحكمة الاتحادية إلى وجوب تعديل قانون الانتخابات ومن ثم الحديث عن أن يكون هناك فرز وعد يدوي وعادت نظر بهذا القانون بالجملة إذا تم حل البرلمان فمن هي الجهة المسؤولة عن تشريح هذا القانون فضلا عن المفوضية وتوفير الأموال والمسلزمات الأخرى إذا كان هذا السيناريو مستبعدا يعرفها اليوم المواطن العواقية وحتى تعرفها القوى السياسية بشكل حقيقي نعم مسألة سيناريو الانتخابات المبكرة أنت تستبعده ولكن في ضوء هذا الاستعصاء إلى أين يمكن أن تتجه الأمور يعني الآن مرتين لم تقعد جلسة البرلمان الانتخاب الرئيس الأمور تراوح مكانها يعني كيف الخروج من هذا المأزق بالدقيقة لو سمع يعني أن أتوقع الحديث عن مغادرة العناد السياسي وتقديم التنازلات المتبادلة ودخول أطراف ضامنة حقيقية داخلية للمشهد السياسي عراقب الطريقة التي يمكن من خلالها أن تضع محددات أساسية هو الحل الأساسي الموجود في داخل المشهد السياسي أما الحديث عن لغة الأرغام ولغة الفرض أنا أتوقع من كل الأطراف الموجودة في المشهد السياسي وهي تعرفها جيداً لا تستطيع أن تقدم شيئاً أو حدود المواطن العراقي ينتظر الكثير الخدمات الأمن الغذائي اليوم الأزمة التي عصفت بين روسيا وأكرانيا تلعكس سلماً على المواطن العراقي مسألة الخدمات الفساد الإداري المالي مستوى القوات الأمنية عمليات والقضاء على تنظيم داعش الأمن الفكري فيما يتعلق محاربة الإرهاب كلها محطات مهمة جداً ينبغي أن تتحدث عنها القوة السياسية بالشكل الذي ينسجم مع ما يسعى له أو يطلبها المواطن العراقي لكي يتمسك المواطن العراقي بالعملية السياسية ويسارع مرة ثانية إلى التداول السلمي أو إلى الانتخابات أما دون ذلك فلا نستطيع أن نتحدث عن حل هذه الأزمة بهذه الخصوص أشكرك الدكتور خالد عبدالإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية كان معنا مباشرة من بغداد